أنا لما بتكلم اليوم عن موضوع فرط الحركة عند الأطفال بقول إن ده شيء طبيعي نشاط زايد، تغزير، فسحة من المكان، متسعة من الوقت بلا عمل فده شيء طبيعي وشيء يجب أن يحفظ بيبقى زيادة هرمونات عند الأطفال في الفصل الشمال في المخ فبيعمل زيادة حركة زيادة عن اللزوم عند الأطفال بيعرضهم للخطر أكيد، فلازم لهم عناية ولازم تركيز ولازم يمشوا مع دكتور نفسي أكيد علشان بياخد علاج ولازم بياخد منومات وحاجات تهدي وتحت إرشاد طبيب نفسي ولو في طفل في مدرسة أو في حضانة أو حاجة لازم يبقى تحت مراقبة لما بيبقى الطفل بيتحرك زيادة بيبقى أكتف قوي في حركته وبيبقى مش ريكز كده مش زي بقية الأطفال الطبيعية دايما بيتحرك ودايما بيعمل حاجاته شيء قوي قوي يعني يعني الأطفال بيفضلوا يلعبوا كتير زيادة عن مش اللعب الطبيعي زي كل طفل بيلعبوا يعني لا بيفضل زيادة عن بيزوم يعني تحرك كتير يجري كتير يلعب كتير الطفل لما يتولد ماشي المفروض يعني أمه لما كن فيك جوه كده مثلا مشمس كده وجميل تسيبه بحيث أن الولد يقعد يرفز كده في الشمس بحيث أنه يعني عصابه تشتد شوي هي الحركة الزيدة وبتحصل بصراحة بناء على الإشعاعات اللي طالعة من الموبايلات والنت كل الأجهزة الجديدة اللي فيها استحداث الأطفال بتيجي عندها طبعا أولي الأم حطاها جنب بيها فوت النوم جنب الطفل دايما بيسبب فرط حركة تعرض للأشاعات عمل إشاعات كتير برضو بيعمل فرط حركة كده برضو تعرض لكهرابة الزيادة بيعمل فرط حركة برضو الفيسبوك لي أضراره والنت لي أضراره والمحمول برضو لي أضراره على قد ما هو نافعه لكن احنا بمستخدم ومستخدم غلط الأسباب بتبقى الوحدة يعني معظمة أنه هو ما عندهش طفل تاني أخ أو كده دي بتبقى حاجة تاني حاجة العند اللي بيتولد عند الأطفال هو عنيد جدا فبالتالي بيوظف العند بتاعه ده في فرط الحركة بتاعه أنه هو دايما عايز الحاجة دي فهو لازم يتمسك بيه عشان يثبتلك أنه هو متمسك جدا بيه فبتلاقي الطاقة دي كلها طلعت بفرط حركة رهيب جدا عند الطفل أعتقد الأكسوجين ساعة الولادة بيبقى حاجة زيادة أو أقلم يعني أعتقد حاجة كده بتبقى هرمونات مرتبطة بالمخ زيادة يعني لازم علاج نفسي لازم علاج نفسي فيه فيه طفل أكسوجين فيه طفل بيحتاج إحباط كبد حاسس بخلافات أسرية أي حاجة بيتأثر بها الطفل ممكن الاكتئاب مثلا أنهم محبوسين في البيت أطفال تانية بيلعبوا هم لا هو ممكن يتعالج على فكرة هو مش مرض مش مرض ليه أسباب يعني ممكن أعالجه عنده دكتور أنا بنفسي ممكن أعالج الطفل ده لأنه هو مش مرض يعني زي ما الناس ما المتخيلة هي مجرب بس قصور بس في بعض الوظائف اللي حصلت فهو أدت إلى ده فأنا ممكن أوظف ده في حاجة تانية أنا قادر أستخدمها وأستغلها في الخدمة المجتمعية الصحية أكيد كله لعلاج يعني دكتور نفسي كده بيتعالج 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 أكيد وبتجيب نتيج نتيج كويسة جدا والله دي على حسب حالة الولد